موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا ورحمة بكم مشاهدي الإكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نطالع فيها أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي تصدرت الصحافة اليمنية والعربية نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوة نت ونطالع فيه الوفد الحكومي لولد الشيخ تفاقم الخروقات لا يمكن السكوت عنها وفي عنوان آخر محافظ حضر موت يؤكد على ضرورة تطبيع الحياة المدنية في مدن الساحل ومن العناوين إلى التفاصيل تصريحات الرئيس ورسالته للأم المتحدة ويقول البوقع أكد الرئيس هادي حرص حكومة الجمهورية اليمنية الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأم المتحدة لتحقيق سلام مستدام وقال رئيس الجمهورية في رسالته للأمين العام للأم المتحدة بن كيمون لقد حضر وفدنا في طاولة المشاورات وبقى ينتظر تلك الطرف الانقلابي واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضي ولن تثنين تلك الممارسات عن مواصلة العمل مع الأشقاء في الكويت وفريق الأم المتحدة والدول الراعية لإنجاز الاستحقاقات المبنية في جدول الأعمال والإطار العام للتفاوض وفق النقاط الخمس وأضاف الرئيس هادي تعلمون مدى التزامنا في الحكومة اليمنية بمسار السلام الذي تقوده الأم المتحدة عبر مبعوثكم الخاص باعتباره المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من أيدي الميليشيا ونتحول إلى موقع يمن منيتور والذي تصدر العديد من الأخبار في صفحته الرئيسية الحوثيون وصالح يسلمون الأمم المتحدة رؤيتهم للحل السياسي والأمني في اليمن وذكر الموقع مقاومة مأرب تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في بسط الأمن والاستقرار وفي عنوان آخر مسؤول إمارتي تحرير المكلة إنقاذ لسكانها من عصابة تسرق وتنهب باسم الدين في التفاصيل ركز الموقع على تحركات الحكومة بشأن مشاورات الكويت ويقول الموقع بعثت الحكومة اليمنية رسائل سياسية شديدة لهجة إلى الأمم المتحدة ردا على الخروقات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق ما يؤشر لفشل جلسة مشاورات مباشرة بين الطرفين وأضاف الموقع وفد الحكومة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وطالب فيه بوقف الاعتداءات التي يرتكبها الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق على المدنيين قبل الحديث عن أي مسارات أخرى في رفض ضمني للمشاورات المباشرة لمناقشة النقاط الخمس وعن السلام الكاذب بهذا العنوان كتب أحمد الرافعي مقالا ونشره موقع يمن منتور ويقول الرافعي يريد الحوثيون الذين سلبوا الدولة واختطفوا القرار السياسي ومارسوا عمليات السطو على مقدرات وممتلكات المؤسسات الحكومية أن يسلبوا منا فهمنا السليم لبعض المصطلحات وإنزالها بالشكل الصحيح وإسقاطها على كل الممارسات التي تحصل على أرض الواقع لنكتشف الزيف من الهدى علينا أن نتذكر أن السلام مصطلح مشترك أي أن مفهومه يتأسس في التصورات والواقع على اشتراك الناس في صياغته والاتفاق حول دلالاته وليس على تحيزات كل طرف يفسر المصطلحات بالطريقة التي تحلو له ومنها السلام تتبع طروحات إعلام الحوثي لتكتشف أنه يعني بالسلام الهدوء تحالف الحوثيين وصالح يريدون لجماعتهم الهدوء في مناطق نفوذهم بالقوة هل الهدوء الذي في الخارج يعني بشكل دائم السلام؟ أليس هذا الهدوء؟ ربما تلحقه العواصف العاتية؟ حالة الغليان التي تسكن البيوت لا تنبئ بأن هذا الهدوء مستمر يدرك الحوثيون ذلك وقد وصلتهم هذه الرسالة مرارا وتكرارا وليس عيشهم القلق وتحركاتهم المريئة بالخوف والحذر إلا إدراكا منهم أن الهدوء لا يعني بأي حال السلام يبدأ الناس في الحديث عن الحقوق والحريات التي لا تسقط في شراع الأرض ولا في أعراف المجتمع يبدأ المجتمع في تحديد صيغة تعاقدية بينهم وبعضهم وبينهم وبين الحاكم إدراكا منهم أن الحقوق والحريات هي مقدمة لنتيجة طبيعية وهي السلام السلام الذي يعني قبل كل شيء السلام الداخلي داخل كل فئات المجتمع هذا السلام الذي يزرعه في النفوس يقينهم أن حقوقهم محفوظة وأن حرياتهم مصونة وأن هذا الحاكم معني بالدرجة الأولى بحفظ كرامتهم الإنسانية وعيشهم الحر والكريم ننتقل إلى موقع الموقع ونستعرض فيه أبرز الأخبار والعناوين ومنها الوفد الحكومي يلوح بتعليق المشاورات إذا لم تتوقف الخروقات للهدنة وفي عنوان متصل تظاهرات في تعزل المطالبة بتطبيق القرار الأممي اثنين وعشرين ستة عشر وإلى جنوب البلاد مسلحون مجهولون يغتالون مدير مرور عدن وركز الموقع على تفاصيل خبر الإفراج عن الناشط سالم عياش سالم عياش ويقول الموقع أفرجت ميليشي الحوثي عن عبدالله البهلولي المعروف بسالم عياش وذلك بعد احتجاز وإخفاء دام أكثر من ستة أشهر وأضاف الموقع ونشر نجله صورة لوالده قال إنها بعد وصوله منزله الليلة الماضية في محافظة تعز وذكر الموضع أيضا اختطفت الميليشيا عياش في تعز في السابع من نوفمبر من العام الماضي واحتجزته هناك لأربعة أيام ثم نقلته إلى صنعا إلى أن أفرجت عنه أمس الجمعة أما موقع التغيير نيت ركز على تطورات السياسية والعسكرية ومنها المبعوث الأممي يتوقع اتفاقا يمنيا رغم تباعد مواقف الوفدين وفي سياق متصل وفد الحكومة اليمنية يقدم تصوره بشأن الانسحاب وتسليم اللجان الأمنية وإلى عنوان آخر قوة عسكرية ضخمة للتحالف العربي تصل حظر موت وتأمين كامل لمطار الريان وإهتم الموقع بخبر فوز أمجد الخولاني بلقب النجم الصغير وجاء في التفاصيل فاز الطفل اليمني الموهوب أمجد الخولاني بلقب النجم الصغير بعد فوزه بالمركز الأول في برنامج النجم الصغير على قناة نون الفضائية وأضاف الموقع حاز النجم اليمني الصغير أمجد الخولاني على المركز الأول بجدارة وتفوق حيث فاز على أربعة مشتركين وأضاف الموقع غنى البلبل اليمني ذو الصوت العذب الذي أطرب السامعين وأبهر لجنة التحكيم أغنية عنوانها سلمت لك أمري في الحلقة النهائية من البرنامج بأداء جميل وإحساس مرهب ويتابع الموقع الجدير بالذكر أن الفائز الأول يحصل على مبلغ 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى إنتاج عدة أعمال فنية والفائز بالمركز الثاني يحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي نذهب إلى موقع المصدر آنلاين ونطالع فيه مسيرة حاشدة في تعز للمطالبة بتنفيذ القرار الأممي 22-16 في ظل تصعيد القصف على المدينة وعنون الموقع في ظل تجاهل الحكومة اليمنيون يشكون من تعرضهم للإهانة في الأردن وركز الموقع على تفاصيل التطورات العسكرية في تعز وقصف الميليشيا للأحياء السكنية وجاء في الخبر قتل مدنيان وأصيب عشرة آخرون فيما أصيب خمسة عشر من أفراد الجيش ومسلح المقاومة الشعبية إثر استمرار قصف الحوثيين لمدينة تعز وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي وقوات صالح وصلت قصفها المستمر على الأحياء السكنية في المدينة وقرى صبر والضباب وحيفان والوازعية غير مكترثة بالهدنة التي أعلنت التزامها بها فيما تواصل خرقها على الأرض وأضاف الموقع سقطت قذائف المدفعية وسواريخ الكاتيوشا على مواقع تابعة لرجال المقاومة والجيش الوطني في عدة مناطق وتسببت بسقوط خمسة عشر جريحاً أصيبوا بإصابات مختلفة ويتابع الموقع وكان عناصر يتبعون ميليشيا الحوثي وقوات صالح فجروا مساء الجمعة منزل المواطن داود حسان في حي الجحملية العليا فوق مدرسة عقبة تبعات الإنقلاب تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقالاً مقتضب عما يتعرض له المواطن اليمني خارج اليمن نتيجة الإنقلاب على الدولة من قبل الميليشيا ويوظيف الكاتب كان اليمني يتعرض لمعاملة سيئة إلى حد ما في كثير من البلدان لم تكن ممنهجة وكان في أبسط الأحوال يستطيع التنقل بين بعض البلدان العربية من دون فيزا ومعاملات معقدة كان النظام صالح قد تاجر بسمعة اليمن واليمنيين وجعلنا إرهابيين في أعين العالم لأن كل مطالبه من الجيران والأصدقاء كانت من أجل مكافحة الإرهاب ولم تفعل وها نحن نعاني الأمرين من الإرهاب والتطرف في نهاية 2014 حدث انقلاب على السلطة وتاهت البلد في حرب حتى اللحظة سلطة الأمر الواقع في صنعاء اقتربت من إيران في ظل مناخ جيبوليتيك ساخن جدا بين بلدان عربية عديدة وإيران تعرض اليمني لمزيد من المعاملات السيئة وتجديد الإجراءات الأمنية وحرمانه من التنقل بيسر الأمر ببساطة هو نتيجة مباشرة للحركة الإنقلابية على اليمنين أن يحدد الوجهة التي أصابتهم بهذه اللعنة وهي الانقلاب ويتعاور على الخلاص من هذه اللعنة بما هو متاح من وسائل وأهمها السلام بناء دولة ديمقراطية فدرالية هي الكفيلة بصون حقوق وكرامة اليمن من موقع نيوز يمن نختم جولة الصحافة اليمنية تسع مئة وخمسون خرقا لوقف إطلاق النار منذ بداية التهدئة وذكر الموقع محافظ تعز يزور جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات عدن ويوجه بتلبية كافة احتياجتهم وأضاف الموقع تظاهر مناوئة للقاعدة في محافظة أبيان وتناول الموقع تفاصيل خبر الغارات التي شنتها قوات التحالف العربي على القاعدة في محافظة لحج وجاء في الخبر قتل أربعة من عناصر تنظيم القاعدة في قصف لطيران التحالف العربي في محافظة لحج جنوب اليمن وقال شهود عيان إن طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي قصفت تحركات لعناصر القاعدة في بلدة بيت عياض في الحوطة وقتلت أربعة مسلحين مشاهدين الكرام نذهب الآن لفاصل قصير نعود بعده لاستعراض أهم ما جاء في الصحب العربية الصادرة هذا اليوم حياكم الله من يديد مشاهدين الكرام مستمرون معكم في كشك الصحافة نصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم البداية من صحيفة القدس العربي والتي تابع تطورات المفاوضات وعنوانة الصحيفة الحكومة اليمنية تطالب وقف الاعتداءات على المدنيين قبل الحديث عن مسارات أخرى وقالت الصحيفة طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام الجارية في دولة الكويت المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ بوقف الاعتداءات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق على المدنيين قبل الحديث عن أي مسارات أخرى وذكر الوفد أن الجرائم وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه حيث تقوم الميليشيا الإنقلابية بعمل ممنهج يتجاوز الخروقات إلى عمليات عسكرية تهدد حالة التهدئة وقف العمليات القتالية وتؤكد على تصعيد حالة الحرب وفقا للرسالة وقالت رسالة موجهة إلى المبعوث الأممي جرائم الحوثيين وصالح تصاعدت لتتجاوز الخروقات العسكرية إلى تفجير المنازل ونسفها بعد احتلالها وهو ما اعتبره الوفد بأنه شكل إرهابا حقيقيا واضحا وجرائم حرب لا لبس فيها وعدد الوفد برسالة تفجير عدد من المنازل أضاف الوفد عفوا في رسالته أن منازل في مدينة تعز وسط البلاد تعرضت للتفجير والهجوم من قبل ميليشيا الحوثي منها في مديرية الضباب والوازعية التابعتان لمحافظة تعز وإعادة إشعال الجبهات المختلفة بشكل كثيف بالإضافة إلى حصار مدينة بيحان بمحافظة شبوة جنوب البلاد ومنع دخول كافة الاحتياجات الضرورية لسكانها إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت في إحدى موضوعاتها البيضاء تطالب بإدراج الحوثي تحت البند السابع وقالت الصحيفة إن قيادة محافظة البيضاء اليمنية طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج ميليشيا الحوثي وصالحة الانقلابية تحت البند السابع لتنفيذ القرار الأممي 22-16 نتيجة لاستمرارهم في الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والاعتقال والحصار المفروض على المدن وقالت قيادة المحافظة في بيان لها إنه ومنذ انعقاد المشاورات في الكويت إلا أننا لم نرى أي تقدم يحرز بل نرى تعنتا شديدا من قبل الميليشيا الانقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها في محاولة جديدة منها لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جينيف واحد وجينيف اثنين وعبر البيان عن استنكاره لتغاضي المجتمع الدولي على كافة الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات خاصة في المحافظات القابعة تحت سيطرتها بقوة السلاح إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في إحدى صفحاتها قصف مواقع القاعدة في محافظة لحج وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية في محافظة لحج بأن مقاتلات أباتشي تابعة للتحالف العربي قصفت مواقع لمسلح تنظيم القاعدة في محيط مدينة الحوطة عاصمة المحافظة التي تم طرد مسلح التنظيم منها في وقت سابق في عملية للجيش الوطني وقوات التحالف وفي الجانب السياسي قالت الحياة اللندنية ينتظر أن تستأنف اليوم جلسات المشاورات التي يديرها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ ويشارك فيها وفد يمثل الحكومة اليمنية وآخر يمثل جماعة الحوتيين وحزب الرئيس المخلوع علي صالح وتفيد الصحيفة ترددت أنباء عن ولد الشيخ استطاع الحصول على موافقة الحوتيين على عقد جلسة مشاورات مشتركة مع الوفد الحكومي بمشاركة أربعة أعضاء من كل طرف أكدت مصادر حكومية يمنية أنه لا أفق واضح حتى الآن لمصير المشاورات في ضوء استمرار تعنت الانقلابيين خاطبت أيضا الصحيفة السياسة الكويتية في افتاحيتها ميليشيا الحوتي بنبرة حادة وضعتهم فيها أمام ما قالت إنه متاح اليوم وقد لا يتاح غدا وقالت الصحيفة نقول للحوتيين اذهبوا إلى القبول بالحل المعروض عليكم اليوم فذلك أفضل بكثير من تسويف الوقت وإطالة أمد معاناة الشعب وإذا كان الاتفاق حاليا يمثل مخرجا ما من تبعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 فإنه لن يكون متاحا غدا بعدما بدأ نظام الملالي يتخلى عنكم منذ إنجاز اتفاقه مع الدول الست على حساب دماء اليمنيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين إذا كان الحوتيون يتحملون جزءا كبيرا من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع فإن ذلك ما كان ليحدث لو لا تنكل المخلوع صالح لما قدمته له بلاده من ثروة طائلة وجاهل لم يكن يحلم به عندما كان شاويشا في الجيش قبل أن يحكم اليمن 30 عاما على فريق المخلوع صالح إدراك أن حليفه المأجور يستخدمه لتحقيق أهداف أصبحت مستحيلة وعليه أن يتخلى عن الأوهام التي يزرعها في مخيلته قادة عصابة الدم بل عليه أن يعلم أن غلطة الشاطر بألف وهو ارتكب خطيئة إذ بدلا من أن يرد الجميل لشعبه ويتصدى للأشرار إنساك خلفهم طمعا بالعودة إلى سدة الرئاسة حتى لو على أنقاض بلاده نقول محادثات الكويت هي الفرصة التاريخية الأخيرة وإذا أهذرها صالح فعليه تيقن أنها لن تتكرر ثانية مهما جرى لذلك عليه أن لا يساهم بأقفال بوابة التوبة الوطنية بيده ربما يغفر اليمنيون خطيئته حين يسارع إلى الاتفاق والقفز من مركب الحوثيين المفخخ في مصالح نظام الملالي وإذا كان الرهان اليوم على إمكانية الإدراك المتأخر للحوثيين وصالح أن لا مفر من السلام في بلادهم فإن الرهان خليجيا على الشعب الإيراني المطالب بالعمل للتخلص من نظام التهور والفتن الذي زرع العداء بينه وبين شعوب الخليج الحاملة كل الود لجارها على الضفة الأخرى إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت موضوع النزوحة في اليمن وعنونت نزوح اليمنيين يلم الشمل وقالت الصحيفة في التاريخ القريب لم يعرف اليمنيون معنى النزوح ولم يختبروا مآسيه قبل عام 2004 مع بدء الحرب مع جماعة الحوثي في محافظة صعدة وبعد توسع الصراع ليطال معظم المحافظات اليمنية وزاد ذلك من أعداد النازحين بشكل كبير وصار لكل أسر نازحة قصتها وتقول العرب الجديد إنه وبغض النظر عن السلبيات فقد ساهم النزوح في تعريف أسر جديدة على بعضها بعض وتمتين العلاقات الإنسانية فيما بينها في ظل تقدير الأسر المضيفة لظروف العائلات النازحة وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أشارت إلى أن 2.4 مليون يمني نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب الدائرة في محافظات يمنية مختلفة أي نحو 10% من إجمال عدد السكان ويقطن هؤلاء في مخيمات أو مع أسر مضيفة ويتشاركون الموارد المحدودة غالبا إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت في إحدى صفحاتها الداخلية مرضى الثلاثيمية والسرطان يواجهون الموت بصمت وتقول الصحيفة يواجه أكثر من 900 ألف مصاب بمرض السرطان والثلاثيمية في اليمن الموت بصمت من جراء عدم الأدوية والعناية الطبية وأوضح مسؤول الطوارئ في مستشفى الثورة بتعز الدكتور نشوان الحسام لعكاظ أن علاج المصابين بالسرطان والثلاثيمية يشكل تحديا كبيرا للفرق الطبية مبينا أن غالبيتهم من المناطق التهامية خصوصا الحديدة وتعز فيما أفاد مدير مركز رعاية مرضى الثلاثيمية والدم الوراثي في صنعاء الدكتور مختار إسماعيل أن حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذين المرضين بلغت أكثر من 100 حالة خلال عام واحد ووصل عدد حالات المرضى المسجلين في فرع صنعاء ومحافظة الحديدة إلى 5500 حالة حق العودة إلى المنفى تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد وأضاف الكاتب الأطفال الذين أنجبتهم الحرب منذ 60 سنة ورمتهم للمنافي كبيروا وصاروا عجائزة تداولتهم الحروب وأنهكتهم الهجرات وصار للأحفاد أولاد يعلقون على أعناقهم خريطة بلد يرونه في نشرات الأخبار ومثل أفعة تلوى خلف خطاهم لحقتهم الحروب في منافيهم وشتاتهم وفي المطارات وفي قصصهم التي يرونها لصغارهم قبل النوم وصار لزاما عليهم أن يدفعوا كل فتاية حرب حتى وهم مجرد ضيوف على أهلها وصاروا لاجئين من حرب لا يعرفون أسبابها هاربين من مخيم اليرموك من عدو لا يعرفون وجهه ومن كراهية لم يخططوا لها ومن ثارات لم تكن أبدا في شهادات ميلادهم ها هم الآن على قارعة بلدان شقيقة مثل النمور الحبيسة ومكسورة الخاطر في مخيم بلا جدران يعلقون عليه شعاراتهم وبلا حيطان يكتبون عليها كعادة المخيمات فلسطين عربية ولد صغير يعلق في عنقه خريطة كندا ورجل عجوز يلف دخانا رخيصا ومرأة تقنع جارتها بوصفة مضمونة للحمل ومراهقة معجبة بموظف وكالة الغوث الأشقر وهكذا هكذا يتكثر سكان المخيم عن غير قصد لا أحد يفهم كيف صار هؤلاء الناس هنا كيف أنجبتهم الصحراء في ليلة ماكرة وأين اختفت ملابسهم ومفاتيح بيوتهم ووظائفهم وصابونهم وشايهم وملحهم وكيف ولد لهم عدو من حرب لا تخصهم ولماذا هم وحدهم دون الناس يخسرون في كل حرب تحدث وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة لم يبقى لنترككم مع هذه المجموعة من الرسوم الكاركاتورية نختم بها البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة